ترجمة نانسي قنقر وموزع إلى عدة أنابيب حتى إذا هذه متصلة أو ما متصلة غضل النظر عن هذا الموضوع الكيو اللي طالع منها حتماً لزاماً هو نفسه المجموعة الكيو اللي بهذه بهذه الأنابيب اللي هنا لازم من قانون مبدأ الحفظ الكتلة ليش؟ لأنه إحنا عندي ميدة يمشي بالبوري البوري ما يشرب مي ما يأخذ المي فنفسه راح يطلع من البوري لازم نفسه المشكلتنا وين؟ قلنا مشكلتنا إذا تذكرون البارحة بالطاقة وقلنا هو عدو الشبكات الطاقة هي عدوة الشبكات شلون عدوة الشبكات؟ أنا بتحمله في جديد حتى مبدأ حفظ الطاقة اللي قلنا عليه أيضاً هو من ضمن معادلة مشتقة من معادلة برنولي اللي هي اللي هي اللي هي زد بلس البي على قاما بلس في سكوير على توجي هذه من جهة حتى نحفظ الطاقة في أي مكان انبوب عندي انبوب تخصر أو يعني إذا كان عندي انبوب بهذا الشكل وبعدين تخصر الانبوب صار بي تخصر فإذا اعتبرنا هذه المنطقة رقم واحد هذه المنطقة رقم واحد فالزد وان بي وان على قاما وان ولا هو نفس القاما البي وان سكوير على توجي وهنا هذه اعتبرناها رقم اثنين راح تساوي للزد وان بلس بي وان على قاما صح تو في تو على قاما بلس في سكوير الفي تو سكوير على توجي صح؟ هذا مبدأ حفظه الكتلة بس مبدأ حفظه الطاقة عفوا صح؟ مبدأ حفظه الطاقة الطاقة واذا قلنا اذي تذكرون هذه يسموها طاقة الوضع أو طاقة الارتفاع أو طاقة الاليفيشن هذه طاقة الضغط ضغط السائل اللي موجود وهذه طاقة الحركة حتى نوزحها اش عندنا مشكلة؟ عندنا مشكلة الهيت لو سيسموه هذا كله هذا كله عبارة عن ايتش اللي هو الهيت هذا هو الهيتش هس طبعا راح نجي نفاصلها اكثر هذا هو الهيتش الهيت الهيتش بيه المفروض هو نفسه الهيتش ون يعني هو يساوي الهيتش تو المفروض ولكن نتيجة حركة السائل داخل ونتيجة الاحتكاك راح يصير عندي الهيتش ون إذا اعتبرنا بهذه النقطة هو الهيتش الهيتش تو راح يساوي الهيتش ون بلاس الهيتلوس لأنه راح يصير عندي نتيجة فقدان الطاقة نتيجة الاحتكاك بين المي والبوري راح يصير عندي فقدان بالطاقة بس ما يصير عندي فقدان بالكيو الكيو لازم نفسه بس بالطاقة تمام هذه البرحة اخر شيء وصل به هذا موضوع الفقدان هذا موضوع الفقدان بالطاقة الطاقة لدينا بيها اكثر من دعنا نرجع على هذا الاسلايج ايضا المهم هذا الاسلايج لدينا اذا تشوفون هنا الهيت جي ال وأكون هنا يسموه التوتال هيت أو بعضهم يسموه التوتال انيرجي لاين أو الهايدروليك غريد لاين هذين الاثنين الهيت جي ال شي ساوي الهيت جي ال يساوي الزد بلاس بي على قاما ليش؟ لأنه اسمه الستاتيك هيت يسموه هذا الهيت جي ال يسموه الستاتيك هيت اللي هو في حالة الماء ثابت ساكن الماء ساكن الماء ما يتحرك فالماء ما يتحرك عندي اللي يؤثر على الهيت جي ال هو شنو الاليفيشن فقط أو الزد والضغط اللي هو البي على قاما حتى أحصل التوتال هيت أضيف له الفيلوستي يعني لما أقول التوتال نسميه تي ال تي اي ال يعني التوتال انيرجي لان رحسن عندي الزد بلاس بي على قاما بلاس الفي سكوير على توجي هذا التوتال انيرجي لان الضغط الضغط هو هذا الزد الزد زائد الزد 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 على قاما زائد الزد طبعا ربا سأل يسا انت يقول انت تتحكي على طاقة فالهيت لوس المفروض بالناقص المفروض اطرح من الطاقة صح لا نتهم المفروض ينطرح من الطاقة بس هو هنا احنا بغض النظر عن الإشارة ماتتا لانه البلاس البلاس المينس يقل البلاس بس المينس يقل البلاس بس البلاس ما يقل المينس يعني اذا اذا قلبت المعادلة بالعكس اذا حطيت بالناقص وجاني ناقص يصير زائد بس انا اخلي لهيد لوسكتالي بحيث جاني ناقص يسوي لهذا ناقص واذا جاني زائد هو زائد اصلا تمام فتنحط البلاس يعني المفروض الهيد لوسكتالي هو ناقص تطرح من الطاقة اللي هي الفقد اللي صار عندك بهاي المنطقة تمام هذا شي سموه اسمه ايت جي ال هذا الهايدروليك غريت لاين هذا الهايدروليك غريت لاين اللي هو كل ما زاد الطول كل ما زادت الاحتكاك وكل ما زاد اللوس وهس نعرف المعادلة ماتتش نين جينا قلنا المعادلات الحساب الهيد لوسكتالي ثلاث معادلات الرئيسية اللي هي الدارس ويسباخ والهازن ويليامز والمانينج المانينج خلنا نجينا واحدة هذه الدارس ويسباخ أو ويسباك أو ويسباك يعني شو ما تلفظ هذه المعادلة ماتتا اللي هي الفريكشن معامل الفريكشن وعندك وعندك الطول والسرعة والقطر والتعجيل الارضي طيب مشكلة هذه المعادلة الدارسي بها شنو عملية حساب الاف هذا الاف صعبة تحتاج الى ترايلاند ايرر تحتاج الى ترايلاند ايرر هواي فلذلك طبعا بغض النظر عن الدقة فهذه عملية حساب الفريكشن للدارسي للدارسي ويسباخ الف مالتها فعملية حسابها صعبة لذلك يستبعدوها يعني ممكن الناس تستخدمها وين يروحون؟ يروحون على الهازن ويليامز ليش؟ الهازن ويليامز بها السي بها السي هذا السي أيضا هو معامل هازن ويليامز يسموه هذا السي تقريبا لكل المواد لكل ماتيريا المعينة السي ثابت يعني مثلا عندك انت دكتايل السي مال هكذا عندك مثلا اسبست السي مال هكذا عندك يو بي بي سي السي مال هكذا تمام؟ هذا اله اللي هو الهيدلوس حتى نحسب الهيدلوس أنا أريد أن أحسب الهيدلوس فهذه المعادلة احتاج الكي اللي هو شنو؟ هذا الكي في حالة استخدمت النظام المتري هو هذا الكي في حالة استخدمت نظام الفيت أو الأمريكي هو هذا الكي فتمام هذه تعوضها هنا مباشرة نجيش بقعدنا السرعة وأحتاج الدي وأحتاج الدي وأحتاج الال تمام؟ هذا الموضوع جدا مهم جدا مهم أهم أهم بالموضوع عندنا حد رفض اليوم هو معادلة هذا المعادلة المهم عندي بها شو؟ الهيدلوس يتناسب قردية نوية القطر لأنه سأبعد سأقول لكم لدينا شغلة نحن نفهمها غلط أنه كل ما قل القطر كل ما زاد الضغط كل ما قل القطر كل ما يقل القطر كل ما يزيد الضغط خاطئ زاد السرعة نحن بالناس متعارف عليه يقول لك لما البوريس الصغير الضغط يزيد لا هي السرعة التي تزيد الضغط لا يزيد الضغط لا يزيد هذا ما هو أصلا كل ما يختلف نرى كل برنامج إن شاء الله كل ما أزيد ما يصبح لديه ما يصبح لديه يقل إذن أنا صار عندي قللت 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 الفواقد صار عندي الضغط بقى نفسه ما قل بينما بالبوريس الصغير يعني كأنما أنت خانق واحد خانقه خانقه لما يفين سيقل عندك الضغط فنحن لازم نفرق بين الضغط وبين السرعة يعني كمام كذلك كل ما زاد الضغط كل ما زاد الضغط كل ما زاد الهيتلوس وهذا سوف نرى البرنامج كل ما زاد عندك كل ما زاد الهيتلوس يعني صار عندك قل تشغل الهايدروليك أو نسميها الانيرجي الطاقة المي قلت كل ما زاد الضغط وهذه أيضا سوف نرى هذه المعادلة التي ستستخدم هذه طبعا المفروض تنحسب لكل بوري فتصورت من عندك شبكة شنو فائدة البرامج لتطبيقية ليش أنا أستخدم الوترجم ليش ما أستخدم بيدي فبالحساب اليدوي تحتاج كل بوري تلازم تسوي لهذه المعادلة بينما البرنامج وينتك ياه مباشرة هذه هنا يقول لك شنو هو المعاملات معامل السي السي فاكتر اللي موجود بالمعادلة هذا الكي ثابت موجود الالحل من البوري الدي من البوري اللي أستخدمه من الأنبوب والفي كذلك من الكيو بقى عندي بس السي السي ما نجيبه السي هيقلك هو تقريبا مئة وخمسين للفيري سموذ يعني البايب الايديال اللي هو ما موجود طبعا بالطبيعة ما ما عندنا بايب ايديال اللي هو السموذ يعني بحيث ماكو أي احتكاك بينه وبين الساعد تمام؟ فهو هنا منطق منطق سي اسمه افتراضية يعني سي افتراضي لكل مادة مثلا على سبيل المثال الكاست ايرون مئة وثلاثين طبعا إذا كان شنو إذا جديد إذا عمره أربعين شقد السيخ؟ فتصور احنا بوارينا هسا من منتقدم شقد يجديد المعامل الاحتكاك مالها فشقد يصير بيها اللوس بالانرجي هذا يعني واحدة من ان شاء الله التقادم بالشبكة طبعا هذه وتنطبق على المي وعلى المجاري وليس فقط على المي إنه كل ما زاد العمر كل ما البوري خاصة كاست ايرون مثلا وهذه القديمات نوعيات القديمة القصد إنه هذا السي من هنا عندنا الماننك الماننك ما رح ندخل بها الماننك تستخدم وين؟ بالمجاري بخطوط المجاري ما تستخدم بخطوط الماء ممكن تستخدمه لكن هي الأفضل عن طريق التجربة طبعا ما وجدوا أن الماننك تستخدم بخطوط المجاري فنحن ما رح ندخل بها حتى لا تأخذ من عندنا الوقت هذه هنا عندنا مقارنة بين المعادلات أيضا ما رح ندخل بها هذه أرة رح نطيك من السلايدات عد بعدين يحب يطلع عليها خلي يطلع عليها فالقصد حتى لا تأخذ من وقتنا إنه إحنا رح نستخدم هذه الهازن ويليامس تمام؟ بعد عندنا شغلة أخرى نحن الآن هذا الهازن ويليامس ومانينغس ودارس ويسباق هذه الهيد لوس وين؟ هذه الهيد لوس بالإنبوب عندنا أيضا ما يسمى بالمينر لوسز أو الفواقد الجانبية أو ما عرفوا ما يسموها يعني المينر ما عرفها شنو بالعربي بس يعني مينر يعني قليلة ما تقارن بفواقد الثانوية والله ما تقارن بفواقد الأنابيب هي هذه معادلتها الكي هو فاكتر والفي سيكوير على توجي طبعا في سيكوير على توجي تايما راح نشوفها لأنه هذي المثل ما قلنا على يقل شيء طاقة الحركة فكل شيء حركة كل سائل بي حركة هذي لازم تدخل بي هذه المعادلة تمام؟ فعدنا الكي الكي ما نجيبه الكي أيضاً أكو جداول هنا مثلاً البارحة حجاه يمكن ساقطاد لو أنتساد لا أذكر مثلاً لما أغير القطر تغيير القطر سواء كان تقليل أو تصغير راح يصير عندك شنو؟ راح يصير عندك فواقد أيضاً فهذه الفواقد هذا الكي مالتها تأخذها منها هذا الكي مثلاً أنت عندك إذا قسمت الدي ثاني على الدي الأول وطلع بوينت أيت تأخذ هذا الكي تعاوضة ب هاي المعادلة بالفي سكوير على توجي تطلع عندك الهيدلوس إشقد هذه التغييرة ما للقطر إشقد سوت عندك فقط بالطاقة طيب عندك أيضاً هنا مثلاً البندات بالضبط دعنا نسميه العكس العكس أي الفتن كلها بشكل عام هي الفتن كلها بشكل عام بها هيدلوس مين ناقذها؟ منها هذه المعادلة الكي إلها تأخذها منها تأخذها من هذا الجدول فتعاوضة بالمعادلة تأخذ عندك الهيدلوس فقط هذه طبعاً في حالة الحساب اليدوي أنا أقدر أشغل لك البرنامجة و أطلع لك نتائج مباشرة لكن أنا أفهم ليش ما يصير عندك لازم تفهم أنت كيف يصير عندك سواء كانت بحساب اليدوي أو بالبرنامج أيضاً لأنه سنرى بالبرنامج الآن أنت مثلاً هنا الخط الناقل أربعة كيلو مثلاً سترى من هذه الأربعة كيلو الهيد سينزل نزول عجيب غريب مع العلم هو عدل نحن قلنا إذا صار بالاتفاق أوكي سيفقد هيد بس أكو فقد عدل هيد هو جاي من الهيد هذا اللي صار الهيد اللي صار من الهيد اللي صار من الهيد فهذه مهمة أنه نفهمها هذي بالنسبة للفاق نفس العملية الكي تحسبها الكي تحسبها من النام الكي تنحسب من هنا وتحطها بالمعادلة وتطلع الليل سمال مال الفاق مال فتنقاط نفسها معادلة فتنقاط موجود هذا الجدول بس الفاق لا تحسبها من هذه المعادلة الكيات الكيات الكي ما بيجدول الكي ما بيجدول الكي الكي ما الفاق تطلع من هنا عندك المعادلة عندك السيفي وعندك القطر ماله وترجعت عوضة بهذه المعادلة بهذه المعادلة في حالة الحساب طبعاً طبعاً هذه بالنسبة للفاق مثلاً أسرح نجح حتى على البنب بنفس الحالة هذه تجوية يعني مذوية الكاتلوك مالة المفروض حسناً من تجيبون مضخة ينطيك كاتلوك الكيو هالقد كيلوواط هالقد مالة هالتشارت هالتشارت أسرح نجي أولاً هالتشارت أسرح نجي التشغيل ما لها ما لها الأشيائي وغيره هالتشارت خط الخط هنا يمثل ندوك على خط الخط المعادلة ونود هذه المعادلة ممكن تمثل ممكن تمثل جنكشن وممكن تمثل بامب وممكن تمثل تانك وممكن تمثل فالف بعد شعرنا رزيرفورم أيضاً هذه كلها تتمثلها النوت بالبرنامج هذا تمثيل بالبرنامج تمام النوت تمثل هذه الآن سنقوم بعمل نصب البرنامج ونقوم بعمل شبكة صغيرة قبل ما ندخل بتصميم البنبات وتصميم البايبات ونقوم بعمل شبكة بسيطة لا على التعليم يعني بس يجري اسم شبكة فحليكم موياي التنصيب سهل جداً تقدر تقدر مباشرة تضغط هنا هذا تفتح الملف بس غليكم موياي لا تشتعلون وتسوي من هنا دبل كليك بس أنا ما أفضل هذي أنا أفضل من هنا سوي كليك يمين طبعاً أنا لينه وندوز 11 يختلف ودوس على إكستراكت هذه على إكستراكت رحيصي عندي فولدر هنا هذا نزل الفولدر عاد الفولدر انستال وهذه دبل كليك عليها ونكسات عني لأنهم نصبه ما أريد نصبه مرضاً لغ أنا أريد أن أشيلي ما أريد أن يعمل عندما أصبه مرضاً لغ أفضل هذه المسببة هذا الآن لا نكرك طبعاً الذي يريد أن يشتريه حسب معلوماتي لأوكسوم ستشتري لكم مستخدمي لأنه النسخة الحديثة الذي دخل هنا بدورة العجيس وجد دورة العجيس يصبح العجيس بروسا هذه النسخة التي نصبها نحنها هذا التي لا توافق مع Rgis Pro. رgis Pro هو الحديث مع Rgis. فهذا البرنامج الذي نصرناه لم يتوافقه. حسب معلوماتي الي OXFAM ستشتري لكم حديث. هذا الحديث سيتوافق مع Rgis Pro. ما هو قصد ما يتوافق؟ قصد ما يتوافق ايّا لا يتوافق. لكن إذا لم تشترك به يتوافقد. لكن ما يشتغل. لأي ما لأنه صار الرابط منه لونلاين. رابط ماله راح تشوفون كل شوية طلع لكم مسيج اللي هي هذي هذا هو الموضوع الكراك يعني الموضوع اللايسنز يعني الموضوع لايسنز تدخل به من هنا ويربط وهي البرامج البقية فبما انه احنا حاليا راح نشتر الكراك فممكن نستخدمه بالارك جايس التكتب وليس الارك جايس بفوق بالنسبة لي عرفكم طبعا تمام احنا نصبنا نجعل الباتش تمام على الباتش كليك يمين على هذه وليس هذا عفوا على هذا كليك يمين وقل له رن از ادمنستريتر نعيد اكو بيه طبعا البرزنتيشنات اللي راح نحكي بيها المفروض اذا لا حقني نغطيها كلها طبعا وبيه الكود الكود المصري اللي قلنا عليه اللي شرحنا عليه البارحة اللي حشينا عنه موجود ايضا هذا اللي يحب يطلع عليه اه يعني افضل انه هذا الكود تخلو طبعا موجود الامريكي يرجع وقول الامريكي موجود بس الامريكي انتوا راح يدوقكم لانه بيه هواي تفاصيل هذا سهل وعربي ومرتب شغلته هذا بيه مشروع بسيط جدا هس راح نشتغل سويته شكاتب بيه كاتب بيه خطوات هذه حتى القصد قاني مو هذا قصد انه قاني هذه حتى الناس اللي تعرف تدري اللي اللي ما مستخدم برنامج برنامجه هوايه يحتاج لفترة حتى يعرف خلينا نقول التسلسل اللي يشتغل بيه على البرنامج فهذه خلوها وياكم دائما تقريبا اول بالبداية لما الواحد يأخذ على الموضوع تمشي لامور يتعلمها فنحن مبدأين راح نطبع هذين الخطوات امسوين الخطوات دوس هيت حتى تسوي هذي سوي هذي تمام فنحن خلينا نجي نشغل البرنامج هذا البرنامج طبعا اكو اللي طلعت لايقونتين اكو الووتر جيمس فور ارك ماب هذا اللي اللي سوى الجايس ايضا اللي اللي عنده الجايس تتنصب هذه ويا بس اللي ما عنده لا تتنصب فقط هذي تمام فنحن البارحة شغلنا البرنامج وشفنا الايقونة اللي راح تطلع بالبداية اللي بيها ثلاث خيارات هذي هذي قلنا الكويك ستارت لسن هذي اللي يطلع لك القايد ماله يعني التعليم ماله نحن هذه شفناها البارحة نحن اليوم عندنا ريد نسوي نيو هايدروليك مودل نسوي نيو هايدروليك مودل فرا حدوس على نسوي نيو هايدروليك مودل خلوكم وياي خلوكم خليكم وياي راح نطيكم وقت تشتغلوه فخليكم وياي هنا حتى لا تفوتكمش هذي يقول لك التغييرات اللي تصير اسوي لها تراك يعني اذا تغيرت اوفت شي كيفك انت تريدها او ما تريدها هذه ما مؤثرة على الموديل هذه مؤثرة فقط حتى تعرف شما تغييرات الصارت والاخرين يسموها تراك تشينجز يعني التغييرات اللي صارت تتبع التغييرات اللي صارت فانا راح خليها يا صانحة دائمنا تتبع تقريبا كل البرامج بدأت تاخذ نفس الواجهة الاوتو كاد الارجاي اس كل البرامج هسا اللي دا نشتغل عليها الروبوت مثلا ما التحليل الانشائي الاش عدنا النوب الريفت مثلا ما النمذجة كل البرامج بدأت تاخذ نفس الترتيب اللي هو هذه يسموها الريبونز هذه يسموها الريبونز وبداخلها هذي الشيء الذي نسميها سميها يعني ما وعد شيء نسميها نسميها تولز نسميها مثلا قبل كانت قوائم منسدلة قبل كانت تدوسها نطلع لك قائمة نسموها قائمة مثل هذي هسا لا بدأت تاخذ كلها تصير مثل هذي هذي طبعا الواجهات اسهل بالتقسيم فحنا انا ما رضا احد اوخكم بالواجهة وهذه بها فلان شي وفلان شي احنا راح نبدأ ناخذ مثال وهي اقول لك هاي من الجبا حتى انا حتى يجوز المصممين اللي ما يشتغل سنين على الموضوع كثير من الامور بس ينزل تحديث شوية تغيرات شي سوي راح تشوفونا بسه بالنشتغل اكوشالات تاني ما حافظها وين فاش يسوي ادوس هنا طلعت لي اجعلها ادوس هنا ادوس هنا ادوس هنا اشوفها موجودة لو ما موجودة يعني ما كواحد حافظ البرنامج حفظ نعم اوكي اكيد الخبرة يعني تنطيق بس اذا شوفونا انتم ما شاء الله البرنامج يتحدث قاموا البرنامج كل ستة شهر يحدثوا نح نبدأ بمثال ونشتغل عليه وعن طريقة الواحد يتعلم هاي الدقمة شي تسوي او هاي البطن شي تسوي افضل مما نظل نشرح بس 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 على البطنز وغيرها تمام فهذه اذا هذه الواجهة الرئيسية للبرنامج اول ما ابدأ سيف الملف ماني حتى اشتغل مرتاح هذه معروفة هذه سيف منها او تقدر منها فايل وسيف هذه يعني كل البرامج نفس الشي فان راح اضغط هنا سيف انتو لا تشتغلون هسا انتبه يم لا تشتغل انتبه يم خلوكم وياي راح اصوي هنا فولدر هذي هذي ما يحتاج لكم ايها تسوي الفولدر هذي انت تعرفوا المفروض فولدر ما فولدر تمام راح سمي سينان مثلا الى على البتعين راح ادخل الداخل راح اسيف الملف راح اسميه فاست اكزامبل هذا تسيف الملف عندي هنا اكزامبل وان اقدر اني مباشرة ابقوا وياي اقدر ابقوا مباشرة ادوس على هذه اللي اوت وابدي ارسل تمام بس عاني شخصيا ما افضل هذا الموضوع افضل احط باك جراوند شي اجيبه من الجايس اجيبه من الجوجل ما اف اجيبه من اي برنامج اخر اخلي باك جراوند من الاوتوكاد اجيب اخلي باك جراوند واشتغل فوقها ليش على مود الاطوال وهسا نشوف شون القصدي بالاطوال اطوال البايبات ورباحة فهنا اكو باك جراوند ليرس اضغط عليها كليك يمين واقل نيو فايل ملف هذا دي اكس ايف مني تجيب ملف من الاوتوكاد ما تسيفه دي بيو جي تسيفه دي اكس ايف وهسا ايضا راح نشوفه ان شاء الله فهذا الملف موجود عندي سابقة طبعا هذا الملف هو ملف البرنامج مو ملفاني هذا اكزامبل البرنامج خاص اكزامبل ما البرنامج نفسه فتمام اختاريته راح اقول له اوبن جدت عندي هاي النافذة هاي النافذة ما يحتاج غير بها فقط هذه في حالة كانت ممكن عدكم راح تطلع فيت ناهج اذا طرعت هيج معناها اش ناسين احنا فقرة مثل ما انا هسا نسيت هاي ناسين فقرة اللي هي لازم نغير الوحدات قبل ما نسوي اي شي واني كاتبة طبعا هنا بالورن شوف اول فقرة كاتبة تغير الوحدات حتى قبل ما تسيف قاتبها تغير الوحدات لان هذا الموضوع الوحدات جدا مهم هنا ايه وحدات الطول والقطر فاش راح نسوي راح ارجع اوفونا من هذه سيفنا الملف فقط اروح على التولز مور اوبشنز اروح على اليونيتس طبعا انا نغيرها سابقا بس ممكن عدكم تطلع يو اس عسب عسب الاحدات المستخدم انت بالحاسبة فمن هنا اكل يو اس اللي هي الفيت والانجو ربعها واكل ايس اي اجي الهنا انا شوفها سادي اليو اس وهذه اليس اي مثلا الاريا بالمتر المربع حاليا اذا اروح اليو اس ننتج اليو اس صارت بالفيت او بالفوت فاني شورنا كلها متري فايس اي وخليها ديفولت مثل ما هي هذي تسويها اس اي ايضا ونقولها اوكي خلينا نشوف الملف مانا شي يقول الملف مانا يقول ورا ما تسوي اليونيتس ورا ما تسوي اليونيتس روح عدل فاي لين عربي وانجليزي صايرة واحدة بصافة لهذا الطريقة الحساب المستخدمة اللي هي كالتالي نجعل البرنامج خلينا عليهم عدلنا الوحدات سيفنا الملف نجعل شي اسمه اوبشنس هذي هذي الابشنس تختلف عن هذي الابشنس تمام هذي ذي ذي الابشنس الخاصة بالبرنامج هذي شسمها كالكوليشن اوبشنس يعني خيارات الحسابات نجعله هذي اللي هي راح يعتمدها البرنامج هذي هذي الخيار راح يعتمد البرنامج بالحسابات شلون يحصل لك فرح ندوس عليه دبل كليك راح تطلع هاي النافذة هذي نافذة البروبرتيز او ال اوبشنس هذي راح تشوفوها بكل شي راح تكون موجودة هاي النافذة ترسم خط مثلا خلي ارسم خط على تقعين تلغط على الخط هاي البروبرتيز مال اللاين مال البايب خصائص البايب هذي تغط على الجنكشن هذي خصائص الجنكشن تمام خلي نشيل دني هسا جينا على الكالكوليشن اوبشنس بنضغط عليه دبل كليك طلعت لي الخصائص مال هذي المهم عندي هنا شغلتين مهمة شغلتين فقط مهمة راح تشوفون هو هواي حاجة راح تشوفونه هواي حاجة شغلتين عندنا فقط مهمة معادلة الحساب اختار هازن ويليامز هاي المعادلات اللي تكلمنا عليها قبل شوية انا اريد بناء حسابات استخدم هازن ويليامز وبالعفوان ثلاثة شغلات طلعا موثني بس هذي هي ديفولت موجودة يعني ديفولت موجودة بالديفولت كالكوليشن تايب الهايدروليكس اونلي ليش يعني هو البرنامج ما يحسب لك الهايدروليكس فقط يحسب لك الفايرفلو ويحسب لك العضي الله شي درج ما اسمه الكلور التوزيع مالي الكلور فهذه مثلا تحسبها من هنا توزيع الكلور فاحنا هذي هذي موش شغلاتنا احنا نروح على الهايدروليكس اللي هي التسميم الهايدروليكي فقط هذين الاثنين نختارهن وشغلة اخرى طبعا هذين اكثر الموجودات بالديفولت بس احنا لازم نتأكد من عندهم لازم نتأكد لانه اي خطأ به هنا هذين يغير كل الموضوع عندنا شغلة اخرى اللي هي ستادي ستايت شنو نستادي ستايت بلط احنا بالفلود شنو عندنا نستادي ستايت عدنا ستادي وعدنا اكو ستايت اخرى التيربلنت هنا قصده بالستادي بالستادي عفوا ليس استادي بالستادي انه حالة ثابتة شلون حالة ثابتة يعني عملية الحسابات راح تصير في لحظة وحدة يعني انا انطيت فايبات وجنكشنات وديماند وكل هذي الامور راح انطيها وبامب وتنك عملية الحساب راح تصير لي لحظة وحدة بينما انا واقع حال بالواقع انا ما عندي المي لحظة وحدة المي يمتد فهذي ما نجيبها هذي اجيبها من ما يسمى بالي بي اس اكستيندد بيريات سيميولايشن احنا الآن دورتنا هنا اذا لحقنا ان شاء الله ناخذ الي بي اس اذا لحقنا اذا ما لحقنا لا راح نبقى بالستادي ستايت لانا الي بي اس تحتاج الى امور اخرى بعدين نجيها فخلونا بالستادي ستايت اللي هي حساب لحظة يعني حطيت البايبات وكلهم حطيتهم يحسب لك في هذه اللحظة فقط بينما الاستادي ستايت اعفوا الاي بي اس يحسب لك انت شقدت تحسب لك شهر يحسب لك ما شهر مثلا بالتانك راح تشوفون لما نجعل تانكي خزان عالي خزان العالي انت خلال لحظة ما تعرفش قد راح يطلع منه مي فاش تحتاج تحتاج بالي بي اس وقت طويل تنطي مثلا يوم يومين ثلاثة حتى تعرف شوك يفرق شوك ينترس شقد جاء مي شقد طلع من عنده مي هذه تحتاجها بالي بي اس بالستادي ستايت اوكي راح يقول لك انا حطيت لبهاي اللحظة بهاي اللحظة دفعت لها القد مي او اخذت منها القد مي بس ما ينطيك يا على مدة طويلة تمام فهذه نخليها وين على الستادي ستايت هذي الكالكوليشن اوبشنز خليها فقط ونسيف طبعا نسيف ما يحتاج بس يعني احنا للامان خلي نسوي هذي شوين احنا هوم اوبشنز بايس كالكوليشن اوبشنز ونغير هاي الخيارات بس تضغط على عليها فوق تضغط فوق على هذي شوف راح وين تريد طلع لك مية كل الاتجاهات اللي تريدها بيات تجاهتي تحطها فمثلا انا نريد هنا هو هو اوتواتيكين كوماشا او ممكن اضغط هنا هو حطب مقارنة تمام قبل ما تبدي تجيب شي اكو ما يسمى البروتو تايب ايه هذي تحديد مواصفات العنابيب المستخدمة هذي بعد ما نحتاجها خلصنا بعدها هذي بكثير طفيات خليه بكيفك حسي قبل ما اذا ارسم هنا مباشرة قلنا نرسم عفوا اذا اضغط على واحد من البايبات هذا البايب مثلا هذي بروبرتيز ما للبايب هذي بروبرتيز ما للبايب اللي انا ضغط عليه اللي ما الشرق زين اهم اهم خصائه عفوا اهم خاصية من خصائص الانبوب شين يعد نحنا مهن ما والنوب والقطر النوع والقطر زين النوع ليش اثر عندنا بالضبط على مود السي نوعة جدا مهم حتى يحدد السي وايضا القطر مهم على مود الكيو فان هذين الاثنين راح اتابعهم منها اولا عندك هذا القطر اللي هو منطيك مئة واثنين وخمسين بوينت اربعة شقد البايب اللي تستخدمونتو البايب شقد ما مالتكم القطر ماله بايبات اول اربعة اربعة ستة الستة شقد يطلع بالضبط قايزي شقد يطلع الضبط مده ستين بالداخل من الخارج هذه الارضة بالضبط هذه الارضة صالحة هذه الارضة صالحة تمام زين هذا القطر هسا نجي طبعا عندك شلو النوب هذه النوعية الدكتايل ايرون هنا منطيل او هذا الهازن ويليام سفاك او السي تقدر تغيرها منها طبعا هذان يهم ثلاث خواص عندنا هكو طبعا خواص اخر مهمة ولكن هذي الاهم بالحساب فاني قبل ما ابدأ اشتغل اشرا حسوي راح اسوي شي اسمه بروتو طايب البروتو طايب معناها يعني نموذج سوي انبوب نموذجي نشتغل عليه فاين اروح بعد انا بعدني بالهم بعدني بالهم والله انتهت البروتو طايب وينها تمام انا تهت البروتو طايب فاش يسوي اروح باللي اوت والله يمكن باللي اي موجود باللي اوت هذه البروتو طايب تمام هذه حتى سير سياق لكم يعني انا مو معناها احافظ كل واحدة وين هي بس سبعة شوية راح نجي نسوي الفيشينات مثلا من هذه ان ما حافظة انا وهي جواد طولتس يعني هننا اربع خمس طولتس ادوس على اي واحدة انا تطلع من عندنا اشتغل عليها تمام فاروح على اللي اوت الان بخصوص البروتو طايب رح نسوي بروتو طايب اضغط على اللي اوت بروتو طايب يعني هذه ليش لا احجيها يعني انا ما اريد هاذي اشو ما عندي دورها لازم موجودة لازم موجودة واكو شغلة انضافت بالبرامج الجديدة جدا مهمة جدا هذه السيرتش اذا اكتب هنا بروتو طايب شوف رات طلع عليها مباشرة انا اريد البروتو طايب بدل ما اروح ادور اضغط هنا بالسيرتش الفور اكتب بروتو طايب حتى قبل ما اكملها هو طلعها اضغط اضغط عليها رأتي نفس النافذة مثلا اه شو عندي بعد والله خالي نقول نسيت واحدة من الشغلات اللي هي مثلا هذي التيريكس التيريكس ايضا مهمة بس كتب التيريكس رأي لكناه التيريكس مباشرة المهم تعرف شنو الطول اللي تفيده طبام فنرجع على موضوعنا موضوعنا البروتو طايب قلت لكم انا ما راح احتي لكم على البرنامج هذا يسوي هذا يسوي هيت لا واحنا نسوي المثال ناقض كل خطوة ش تسوي وشون نجيبها وشون نتعلق عليها كل خطوة افضل طبام فناقض البروتو طايب قلنا البروتو طايب اللي نسوي بايب نموذج امبوب نموذج طبعا هم فقط امبوب ممكن نسوي اي شيء البرنامج فالف بامب تانك كل شيء ممكن نسوي بس اهم شو احنا عدنا البايف ليش لانه راح نشوف البايف هو اكثر شو مستخدم انت البوم بتحطه جز واحد كل الشبكة تحط لها بامب واحد او بامبين كل الشبكة تحط لهاي جوز مثلا تانكي واحد او تانكي بس كم بايب تحط خير منها شبكة كامل فاهم شي البايف فنضغط على نيو هذا البايف بروت تايب اضغط علي ضغطة خفيفة حتى اقدر اعيد تسميتها او اضغط علي كليك يمين واسوي لريني فاش راح اكتب هنا راح اسمي بايب نقدر نقول اربعة انج مثلا او خلينا اكتب مئة وستين تمام ما بمئة وستين امام بس الشغلة وين هذي لما اضغط عليها الهنا بعدها مئة واربعة وخمسين فاش راح اسمي هذي مئة وستين راح اجي هنا اكتب مئة وستين الماتيريال ماتة شنو اضغط على هذا الماتيريال ممكن ممكن تكتبه كتابة بس هذا الموضوع مو صحيح ليش مو صحيح هذا بحساب الكميات اللي احنا ما راح نحن 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 بيه طبعا بحساب الكميات يعني اول خصائص البقية الخصائص المتعلقة بالماتيريال راح يسوي عندك مشكلة بعدين فانت حاول تختار الماتيريال من هنا من اللي بري فبس تضغط على هذه الثلاث نقاط تفتح الماتيريال لي بري طبعا هذه تماعدكم نحن اضيفها هذه ماعدكم انا ضيفها نروح على الماتيريال شنو ناخده داكتايل شنو 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 سمي اللي بايب مانه بي بي سي مثلا يشقي البي بي سي العادي شوف الهازال ميلي ازماله جدا عالي مئة وخمسي لانه شوية ناعم يعني سموث تمام هذا صار نوعيته بي في سي القطر ماله مئة وستين الهازن ولمز ماله السي فاكتر مئة وخمسين ممكن ممكن مثلا على سميثال انا اشتريت امبوب ايضا بي في سي بعدين المواصفات مال الامبوب تقول يا بترى الهازن ولمز مالته مو مئة وخمسين مئة واربعين او مئة وثلاثين تقدر تغيرها هنا مباشرة او تقدر تغيرها باللايبرالي هسا بعدين نرجع شون غير اللايبرال اللي اخترنا معدها الماتيريال هذي لما اخترت انا هسا اي ماتيريال اختارها هو نطاني الخصاص مالته بس هاني مارت اغير بهاي ليش هذي الدفولت مال البرنامج دائما نخليها نسخة اصلية واسوي نسخة عليها تمام فهذا شرح نسوي رح نخلي على البي في سي الهازن مئة وخمسين تدون انقلل بكيف كون مئة وخمسين نشوفه جدا عالي طبعا مئة وخمسين جدا عالي بس خلو مئة وخمسين لا ضاير او خلو مئة وخمسين بعدين نرجع نشوف من نشغل المثال نشوف اذا سوينا مئة واربعين شرح عندنا شي غير عندنا بالشبكة تمام فهذا نخلي مئة وخمسين هذا صار عندي بروتوطيب اذا سوي تايب اه بايب اخر بايب مثلا اشعدكم انه اختار مستقدمين ابو الميتين ملي متر هذا ميتين وخمسين بس هذا شنو بعد هنا ما متغير راح اشوي راح اشي هنا اضغط على هاي اشوي هذا مئة وخمسين بي في سي ايضا خلو نشوي بي في سي من اختارة بي في سي واطماتيكين صارت مئة وخمسين الهازم المليمس مرتك شكرا